الرحال الرقمي بالنسبة لأصحاب الأعمال، ما هي الخصائص التي يجب أن تبدلكها شركتي؟ الإجابة سريعة جداً لا شيء حتى أن قد يكون في عجز لماذا؟ لأننا عندما نتقدم بطلب للحصول على تأشيرة رحال الرقمي، نحن نعتمد على الشركة يعني ذلك حتى وإن كنا شركاء أو حتى وإن كنا ربما مساهمين رئيسيين أو حتى كنا الشركة الوحيد فإن الشركة هي كيان قانوني مختلف تماماً عننا، مستقل تماماً ولديه قدرة كاملة إذن نحن بطريقة ما نعتبر مستقلين نقدم فواتير لخدماتنا المهنية وعندما تقوم شركة بإغلاق الميزانية، إما أنك لم تدفع أو قد تم تحسين مقدمات الأرباح أو قمنا بتحديد راتب كما تفضلون رؤيته يعني ذلك أنه إذا كانت شركة تسجل نتيجة سلبية أو تسجل نتيجة إيجابية أو أي نتيجة تحققها فهذا لا يؤثر بأي حال في إمكانية منح أو عدم منح إقامة نماد الرقمي ومع ذلك نوع الفاتورة الذي لدي ما يهم يعني أن تكون هذه الفاتورة كافية لتوليد دخل خاص بالأخذ في الاعتبار أن ذلك يعتمد على نوع النشاط على سبيل المثال، شركة استيراد وتسجيل تحقق أرباحاً من هذا الفرق بينما تشريه وتبيعه لذلك يجب أن يكون لدي راتب منطقي مقارنة بالفاتورة لكن إذا كانت شركة استشارات مؤنم مستشار أو مبرمج ونحن نتحدث عن شركة تكنولوجية للمعلومات التي نقدم من خلالها خدمة البرمجيات أو السيانة أو أي نوع آخر من إنشاء مواقع الإنترنت أو شيء آخر إذن معظم الفاتورة ستعود بالنفع على نفسي لذلك لن أحتاج إلى فاتورة مرتفعة للغاية حسناً آمن أن أكون قد أوضحت الفكرة تحياتي ترجمة نانسي قنقر